السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سأرى كيف نكتب برامج تعتمد على البروتوكول TCP connection بالنسبة لTCP لها عديد من الخصوصيات من بينها The TCP provides reliable point to point communication channel يعني أنها تمكن من إنشاء ربط موثوق به بين اثنين أجهزة A socket is used to bind the client to the server. حنستعمل السوكت لربط client to the server. The server and the client communicate by reading from and writing to the socket يعني أن السوكت حتستعمل لقراءة معلومات أو إرسال معلومات يعني أن السوكت في TCP connection هي عبارة عن أنبوب يربط بين اثنين أجهزة وهذا الأنبوب حيمكن من إرسال معلومات أو قراءة معلومات بالنسبة للكلاسس التي تستعمل في TCP connection لدينا server socket والسوكت يعني أي برنامج يحتوي على server socket والسوكت يعني أن هذا البرنامج يستعمل TCP connection إذن هناك constructor هنستعمله إذن فيه بالنسبة للسوكت إذن الـ constructor اللي هيستعمل داخل الـ client هذا هيكون فيه جنب الـ client الـ client حينشأ socket يحدد فيها الـ host name يعني عنوان السيرفر اللي حيرسل له المعلومات والـ port اللي عن طريقه حيقع استقطاب المعلومات في السيرفر السيرفر ثم حنحتاج إذن إلى server socket إذن في السيرفر حيقوم بإنشاء إذن object نوعه server socket يمكن أن نستعمل هذا الـ constructor الذي حيحدد البورت إذن البوابة التي حتفتح ومن خلالها حيقع قراءة المعلومات ثم بعد إنشاء server socket السيرفر حيق يبقى بانتظار connection إذن بين السيرفر والـ client عن طريق s.accept إذن هذه الـ s اللي وقع إنشاؤها عندما نكتب s.accept الكمبيوتر حينتظر معلومات التاتي من السوكات وهذه الـ 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 ستقوم بإرسال object نوعه socket وهذا اللي حيمكن من الربط بين الـ client والـ server بالنسبة لـ الـ classes التي تستعمل في TCP connection لدينا server socket والـ socket يعني أي برنامج يحتوي على server socket و socket يعني أن هذا البرنامج يستعمل TCP connection إذن هناك constructor هنستعمله إذن فيه بالنسبة للـ socket إذن الـ constructor اللي حيستعمل داخل الـ client هذا هيكون فيه جانب الـ client الـ client حينشأ socket يحدد فيها الـ host name يعني عنوان السيرفر اللي حيرسل له المعلومات والـ port اللي عن طريقه هيقع استقطاب المعلومات في السيرفر السيرفر ثم هنحتاج إذن إلى server socket إذن في السيرفر هيقوم بإنشاء إذن object نوعه server socket يمكن أن نستعمل هذا الـ constructor الذي حيحدد البورت إذن البوابة التي حتفتح ومن خلالها هيقع قراءة المعلومات ثم بعد إنشاء server socket السيرفر سيبقى بانتظار connection إذن بين السيرفر والـ client عن طريق s.accept إذن هذه الـ s اللي وقع إنشاؤها عندما نكتب s.accept الكمبيوتر حينتظر معلومات التاتي من السوكات وهذه الدالة أو الميتور ستقوم بإرسال object نوعه socket وهذا اللي حيمكن من الربط بين client والسيرفر إذن هنا مثال يوضح أو رسم يوضح TCP connection هنا عندي جهاز يمثل السيرفر سيقع تنفيذ برنامج على هذا الجهاز وهذا البرنامج سيقوم بإنشاء server socket تلاحظون أن في السيرفر socket تحدد الـ port إذن سأقوم باستقطاب المعلومات منه يمكن الربط مع الـ client إذن هنا سيقع فتح بوابة 1 2 3 4 ثم في الـ client سأقوم بتنفيذ برنامج هذه المرة سيقوم بإنشاء socket تلاحظون أن في الـ constructor وضعت هذه الأدرس التي تمثل الأدرس للسيرفر إذن نقوم في هذا المثال الأدرس لهذا السيرفر ستكون 222 220 222 222 222 222 222 222 222 222 222 accept هذه ستنشئ socket تمكن من الربط بينها السيرفر و ال client